استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية السيد عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وقد أجرى سموه مع السيد عمر كريمليف اجتماعا تنسيقيا لمناقشة تنظيم بطولة العالم للفرق في مملكة البحرين وقال سموه إن مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تعتز بجهود أبنائها الذين تميزوا بجهودهم المخلصة في تنظيم مختلف الفعاليات التي تبرز المستوى المتقدم للإمكانيات والبنى التحتية لاستضافة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية وأكد سموه الاستعداد التام لاستضافة بطولة العالم للفرق والتي ستضاف إلى السجل المميز لمملكة البحرين في إقامة البطولات الرياضية ونوه سموه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاكمة معربا عن تطلعه لنجاح البطولة التي سوف تتضافر جهود المؤسسات والاتحادات المعنية لتنظيمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر